أعد فريق تحرير ليبيا الآن انفوغرافيك عن حصاد لأبرز جرائم داعش في ليبيا من يناير عام 2015 حتى يناير عام 2016 استنادا لمعلومات أوردها آخر تقرير لمنظمة هومن رايتس ووتش أصدرته عن الأوضاع في ليبيا والمركز الليبي لدراسة الإرهاب كان أبرزها استخدام الأسلحة المحرمة دوليا منها الذخائر العنقودية تجنيده لأطفال تتراوح أعمارهم ما بين 13 و 15 عاما وتربيتهم على الهجمات الإرهابية من أبرز جرائم داعش في ليبيا أيضا هجومه على فندق في طرابلس أسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل وهجوم درنة كذلك حيث فرض هناك حالة من الترهيب من خلال تنفيذ عقوبات الجلد والإعدام والصلب استهدافه للهلال النفطي حيث تسبب ذلك بخسائر بلغت قيبتها 4 ملايين برميل نفط وأيضا هجوم أزليت الإرهابي حيث اقتحم مركزا لتدريب الشرطة وتسبب بمقتل 65 شخصا ترجمة نانسي قنقر